السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث عن موضوع التمرين اليوم سنتحدث عن التمرين المركبة تمرين العزل نريد أن نعرف ماذا سنلعب التمرين المركبة وتمرين العزل سندخلها مع التمرين المركبة نتحدث عن تمرين العزل أو تمرين المركبة نعرف عدد تمرين المركبة وماذا تمرين العزل المركبة تمرين العزل يتعلم بمرة أكثر من عضلة واحدة مثال يوجد فيها تمرين المركبة تمرينة الاسكواد لتلعبها ببرى الكرفساء بالعربي تمسك وتنزل وتطلع من الرجل حتى تشغل تقريبا او ممكن فعلا انت تشغل كل عضلات الرجل سواء السمانة سواء العضلات الأمامية او عضلات الخلفية زاد تقوية الأوطار بالنسبة للرجبة و بالنسبة للأوطار الرجل او المفاصل كلها عامة هذا بالنسبة للعضلات المركبة هناك نقاط قوة لكل واحد فيهم نقاط القوة بالنسبة للعضلات المركبة هي تساعد على تحسين التناسك ورد الفعل والتوازن بالنسبة للجسم انا كاتب الكلام دوتا شخاطر انا ما انساهوش انا كلما ماجي مثلا اعمل فيديو لازم اكون كاتب حاجة عشان اعرف اقولها لك شامل انا كمان ما انساهوش تاني حاجة استفادة الاستفادة القصوة بالتمرين بالنسبة للتمرين المركبة وهي التمرين الاساسية التي تعتمد عليها مثلا البار فلات الكتف البر الامامة للكتف زائد كمان انها تجعلك تقدر ترفع الاوزان بالنسبة للناس التي تريد ان تشيل الاوزان انما نصيحتي لك انا لا احب موضوع الاوزان العالية او المبالغ فيها في التمرين غير الناس التي تعتمد على الكوه البدنية يعتمد على الاوزان لكي يوصل لحد معين بالنسبة للوزن تاني حاجة تمارين العزل تمارين المركبة تفضل للناس التي تعتمد على سن الاربعين لانه لا يعتمد على اولا تدريب تاني خاص به انما بالنسبة للناس التي تعتمد على سن الاربعين انا بفضل عن تمارين المركبة لديهم اكتر من تمارين العزل ويفضل كمان انه لا يزود عدد ايام التمرين يعني مثلا ماكسمن بتاعك اربع تيام ولو تلات تيام هي افضل برضو احسن عشان ما ترهقش انت طول ما الواحد بيعلى في السن ما ترهقش مفاصل الجسم عشان استحالها تبقى زي اللاعب اللي هو عشرين سنة او تلاتين سنة هتكارنوا بلاعب اربعين سنة او فوق الاربعين سنة او خمسين سنة او خمسين سنة فيه ناس بقى مازالوا ان هم بيستمروا في اللاعب حتى فوق الخمسين نرجع لموضوعنا ثاني تمارين العزل تمارين العزل هي باختصار مفيد هي التركيز على عضلة ضعيفة موجودة في الجسم احنا بندخل تمارين لان التمرينة نفسها ما بتعتمدش غير على تمارين العضلة حتى هتلاقوا المراكز العلاج الطبيعي او التأهيل بعد الاصابات هتلاقيهم بيستخدموا تمارين العزل فقط مستطيع أن يقولها كمس كبار وينزل ويصبح بها لا هتلاقيه مثلا التمرين الرجل هتلاقيه مثلا هتلاقيه عنده حاجة في الرجل هتلاقيه بيلعبه التمرين هذه اسمها تمارين العزل تعتمد على عضلة واحدة غير التمرين التانية تعتمد على نقاذ عضل هي تمارين المركبة كمثال وفي صور ستنزل لكم في الفيديو بالنسبة للتمارين العزم وبالنسبة للتمارين المركبة المثال مثل التمارين اللي هو البنج فلات بار انت تلعب البنج فلات بار فانت بتشغل الصدر كتف الامامي والترايسيبس طبعا لو قلت لك مثلا لعب بالضمبل تفاتيح حتى تشغل عضلة واحدة وهي تمرينة الصدر جميل ونقاط القوة بالنسبة للعضلة العزم هي تصحح التوازن العضلي بالنسبة للعضلة الضعيفة يعني انت مثلا لو عندك عضلة ضعيفة فانت لازم يعني المدرب يكون مركز معك على تمرينة العضلة تصح التمرين العزل لتقوية العضلة او ابرازها اكتر دلوقتي نفضل انهي سؤال التمرينة تفضل انهي التمرين المركبة ولا تمارين العزل يا سيد الفاضل انا برضو هارجع انه يعتمد على المدرب بتاعك اللي هو بيبص على جسمك ايه هو محتاجه سواء تمارين مركبة اكتر او تمارين العزل اكتر ويوصى ان التمرين المركبة يخش جواها تمارين العزل لازم تمارين الاتنين يكون مندمجين عامل ميكس ما بينهما الاتنين فيه تمرين ان انا بدخلها دي برضو بتعتمد على المدرب نفسه المدرب نفسه هو اللي بيبص عليك ايه اللي انت محتاجه عشان الجسم سواء محتاجه عشان خاطر زيادة العضلة او ابراز العضلة او الشكل والتناسك بالنسبة للعضلة ده بيعتمد برضو على المدرب نفسه ولو انت مش عايز تعتمد على مدرب ريفت فطبعا النت ما سابش حاجه انت ممكن تخش على اليوتيوب مثلا او تخش البرين تراست هتلاقي ايه الحاجات دي كتير جدا موجودة سواء تمرنات الاسوليشن او تمرنات الكمباوند او تمرنات المركبة وانا افضل الاتنين يتلاعبوا اما بالنسبة للناس اللي هما احنا قلنا فوق الاربعين يعني يريد يحد شوية من موضوع الاوزان ياخد باله جدا من موضوع التخزية عشان تبقى عملية الحرق ابعف من السنين اللي هي العشرين والتلاتين فياخد باله بالزبط من موضوع التخزية وموضوع التمرين مفاصل الجسم يا جماعة ما بتبضلش زي ما هي الواحد التلم هو بيكبر فيه حاجات كتير بتتغير في جسمه حتى الهرمون التسسترون بيبتدي يضعف فانت لو خدت محفز ما تاخدش المحفزات انها تقتلك انا ما بقولش كده التشجيع للناس انها تاخد الهرمون لا انا بتكلم بالنسبة الواحد ما زال بيتمرن ما زال عايز يستمر في التمرين مدى حياته مش لاجم تاخد هرمون فيه محفزات للهرمون التسسترون بتبقى حاجة طبيعية او حتى لو مدسن بس بتبقى منعاش ضرر لان هو بيقولك الدكتور بيبقى فاهم هو انت هتاخد ايه بالزبط فا اتمنى لانا اكون وفقت في موضوع الشرح ما بين التمرات المركبة اللي هي التمرين العزل وتمنى ان هو يعجبكم الفيديو داوت السلام عليكم